أشهدت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي الكوميسة لمتابعة الانتخابات الرئاسية بتنظيم الانتخابات في مصر وخلال مؤتمر صحفي بالقاهرة أشارت البعثة إلى أن هذه الانتخابات تأتي في ظروف سياسية صعبة في المنطقة على ضوء تطورات بقطاع غزة وعلى الرغم من ذلك تمكنت مصر من تنظيمها في بيئة سليمة يأتي ذلك بعدما أوفد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بعثة مشتركة من الاتحاد الأفريقي والكوميسة لمتابعة الانتخابات وتتألف من 70 مراقبا فضلا عن 36 دولة